هذا وتتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بمجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخذ القرار المناسب باختيار مرشحه في الانتخابات في رؤية ودونما تأثير دعائي على إرادته اشتركوا في القناة